على ذكر الكلام حضرتك أنه دلوقتي مثلا لما كان الأهل هلأت فيوتشر بقت مباراة كبيرة بيراميدز مباراة كبيرة زمالك فيوتشر كبيرة الأندية كمان يعني مثلا نادي زي طراء الجيش بقت مباراة مش معروفة نتكده والتليلين مباراة الأهل الأخيرة طراء الجيش بيكسر زمان زم حالك قلت أنه احنا بنقول الأندية هتلاق قدام الأهل والزمالك هتدفع بكم واحد دلوقتي بقى فين الدية أكتر بشكل كبير اتغيرت المسألة طيب من الحاجات اللي يمكن ممكن نطلع منها إيجابيا كمان أنه ظهر كم لاعب ممكن نقول عليهم كويسين حسيت بكده ولا محسيتش يعني في الأندية مختلفة بص أنا يعني ساعات بيباني أن أنا يعني ما بخدش الكلام مش عايز حتة لطيفة أنا هقول الواقع لا يعني الواقع بالنسبالي شادي حسين كويس قوي لعيب ظهر لكنه ليس لعيب سوبر يعني يعني بلاتي توري لعيب سوبر بالنسبة للدور المصري صحيح زيزو زيزو طبعا زيزو أحسن لعيب السيزون ده يعني في لعيبة هتشور عليهم عشان أداءهم في طول الموسم عشان بيلعب في الأهل أو الزمالك بص بغطب وضوح اللعيب اللي بيتقلق أو بيلعب بأميس الأهل أو الزمالك ويظهر بضغوط الأهل والزمالك ضغوط بقى الجمهور والسوشيال ميديا والناس اللي مش بيعجبها حاجة والناس اللي مش عارف إيه والناس اللي بتقارن بين الأهل والزمالك ده ممكن وينجح يعني ده يبقى لعيب ممكن تشاور عليه وتقول ده كويس لكن طب ما يعني في لعيب يلعب في المقاصة ويتقلق فيروح لدي ثاني زي الأهل مثلا زي الشيخ ما تبقاش ما ينجحش زي ما نجح في المقاصة لأن الناس مش واخدة بالها أنت بتلعب مع المقاصة مع NP مع سموحة مع طلع الجيش مع فرق كتير غير ما تلعب مع الأهل والزمالك حيلا لأن اللي بيلعب قدام NP أو سموحة أو كذا أو كذا غير اللي بيلعب قدام الأهل والزمالك اللي بيلعب قدام الأهل والزمالك بيحاول أولا بيبقى ماتش السيزن بالنسباله بالنسبة للعيبة و للمدرب و للنادي و كمان طريقة اللعبة و الدفاع و التكتل و يعني الزحمة و التاكلينج و أهمية المباراة عند اللعيب بتاع النادي ده غير لما يلعب ما تلعب هزيل لندها مع بعضها صحية فشادي ممكن يتقلق مع ناديه يعني و الشيخ كانت أحمد شيخ أنت تقلق مع المقاص و هكذا لكن تيجي مع الأهل و في الزمالك المسائل بتختلف هنا لازم تقيم و أنا حسألك أنت سؤال هو قولي خمس لعيبة سوبر في الدولة المصري مصريين سوبر مش أجانب لأن حتلاقي منهم ثلاثة أجانب مثلا أو أربعة صور يعني أربعة تشعر لهم إسحاقه إسحاقه إسحاق يعقوب إسحاق يعقوب بتاع البنك الأهلي بنك الأهلي جونسون جونسون وبلاد توري هذه أربعة حط عليهم كمان أربعة أو خمسة مصريين سوبر هذه عشرة منهم خمسة مصريين و خمسة أجانب أو أربعة أجانب من كام؟ من خمسمائة لاعب تقريبا تقريبا يعني أضرب مش عارف تلاتين في تمنتاشر يعني مش عارف كام أنا وحش في حساب لا لا خمسمائة لا خمسمائة وشوية يعني دول من نجوم الموسم صحية إنما إنما يعني البعيين لا يعني فيه كالتا لعيبة عرب آه كويسين بس مش سوبر يعني بن شرقي يقول عليه لعيب سوبر في الدورة المصري علي ما يعلون لعيب سوبر في الدورة المصري فيه لعيبة تانيين عرب موجودين لو أسم السوبر ما هم الشرط يعني صح اللي هو مش لعب مطشين حلوين ثلاثة أربعة بقى لعب عظيم هو ممكن يبقى لعب جيد بس مش لعب سوبر مش برش يتاوي اللي لعب أول مطش جاب جنين فالناس انبهرت وبعدين ظلت تنتظر هذا الانبهار أن يتكرر ما تكررش